في موقع المواجهة مع اصابات داعش وفي خطوط الصد الامامية بمنطقة السجر تحديدا حيث التحمت قوات الشرطة الاتحادية مع قوات الجيش العراقي لاغلاق طوق شرق الفلوجة قبل عملية الاقتحام حيث سيد وزير الداخلية الاستاذ محمد الغبان الجهود الجبارة للأبطال الشجعان في خطوط الصد وحرص على تحيتهم والاستماع لهم ورفع معنوياتهم لكنه وجدهم في حالة معنوية هائلة ملؤها الحرص على تحرير الارض العراقية من زمر التكفير والارهاب محاور قتال متفرقة زارها السيد الغبان وجميعها في خطوط المواجهة مع اصابات داعش التكفيرية روح النصر وملامح البطولة كانت واضحة على الأبطال المنتشرين في خط الصد وهم يرون السيد الوزير يتقدمهم ويرفع من معنوياتهم ويؤكد لهم أن النصر النهائي متحقق لا محالة مدام هناك رجال يرون الموت في سبيل الله والوطن هو النصر الاهم قبل تحرير الارض من دنس الارهاب جولتنا اليوم تفقد قطاعاتنا في منطقة السجر بعد تحريرها على يد الأبطال الشجعان المقاتلين من قيادة قوات الشرطة التحادية وفرقة الرد السريع والآن القوة التحمت مع قوات الجيش من محور الشمالي هذه المنطقة استراتيجية ومهمة باعتبارها على مشارف الفلوجة وهي تقريبا آخر مرحلة من المحور المكلفة بشرطة التحادية وقوات وزارة الداخلية لإكمال الطوق في شرق الفلوجة إن شاء الله بعد استقرار القوة وبناها لدفاعات تتحضر إلى الواجب القادم وهو اقتحام الفلوجة بإذن الله تعالى بعد ما تكتمل المحاور الأخرى معنويات شبابنا ومقاتلين وأبطالنا جدا عالية هذا يدل على إيمانهم بقضيتهم وهي تحرير هذه المناطق من دنس داعش وتخليص أهلها من أسر هذه المجاميع التكفيرية هذه العصابات التي عاتت بالأرض فساد وأسرت ناسنا وأهنا في هذه المناطق جدير ذكره أن السيدة الغبان يشارك في مختلف محاور القتال ويتواجد في أغلب الانتصارات التي تحققها قوات وزارة الداخلية على تكفيري داعش وعصابات الإرهاب اشتركوا في القناة